رئيس الوزراء يكلف بسرعة اتخاذ اجراءات تخصيص وتسليم وحدات للموظفين الراغبين من المنتقلين العاصمة الادارية وزير الدفاع والانتاج الحربي يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منصق الامم المتحدة للشؤون الانسانية واعادة الاعمار في غزة كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بسرعة اتخاذ مختلف الاجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص للموظفين المنتقلين العاصمة الادارية وارب مدبولي عن سعادته بنجاح انتقال خمسين الف موظف الى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومية دون ان يضار موظف وذلك في اطار تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة واشار مدبولي الى الانتهاء من تسكين المرحلة الاولى لاسكان الموظفين بواقع ما يقرب من عشرة الاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الادارية الجديدة وسيتم تسليم المرحلتين الثانية وثالثة خلال الفترة القادمة التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية المزيد في التقرير التالي التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق اسام عسكر رئيسي اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة اساليب تطوير الاداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الامن القومي المصري وكذلك اساليب العمل داخل القوات المسلحة واجراءات تطويرها وتحديثها كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا لتميزهم في اداء المهام المكلفين بها والقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على اكمل وجهه مؤكدا ان القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير امكانتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة واشار القائد العام للقوات المسلحة الى ضرورة الحفاظ على اعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتلي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الاسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في اعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ اي مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف اعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة انه في اطار خطط عمل العناصر الامنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية تم احباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الانواع واشار المتحدث العسكري الى مقتل فرد نتيجة لتبادل اطلاق النار كما تم القاء القبض على عدد ستة مهربين هذا وتؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السيدة كبيرة منصق الامم المتحدة للشؤون الانسانية ويعادة الاعمار في غزة وذلك في اول زيارة لها الى المنطقة عقب توليها المنصبة بموجب قرار مجلس الامن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عمليات ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة واكد شكري دعم مصر للدور المنوط بالمسئوليات الاممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من اداء مهمها ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الامن